تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلبة إنجلترا اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بشكل شبه أسبوعي كل يوم اثنين وحلقة اليوم رح نحكي فيها عن قضيتين قضية الأولى الخسارة الأولى لتوخل في تشيلسي واللي عمنا تضج كبيره واللي فاجأتنا أنه في بعض الناس صارت تتشكك بكل اللي نعمل من توخل والقضية الثانية قضية أنا بدأ أوقف معها قضية أرنولد واستبعاده من الملتخب واللي تحدث عنها يورغ نيكلوم خلو نبدأ بقضية تشيلسي الخسارة في كرة القدم هي نتيجة طبيعية بتصير مع مين ما كان ما في حدا ما بيخسر أبدا لكن سيناريو الخسارة ربما هو المؤلم بس تخيلوا لو ما في طارد يعني لو ما كان في طارد هل نحن نشوف هذا السيناريو الأول سؤال وتاني السؤال هل إنه بتفرج لما تخسر أول مبارا إليك واحد سفر وتروح الثلاث نقاط ولا بتخسر أربع وتروح الثلاث نقاط هل كان منطقي إنه والله يتوخل يحاول يدافع وهو ناقص عرضيا ولا يحاول يرجع بالنتيجة فهذا السؤال الثاني أنا أعتقد ما بتفرج شو ما كان فرق الأهداف اللي خسرت فيه مدامك عم بتحاول تجيب نقطة اللي هي أهم من فرق أهداف ولكن ما في زبط معلوم اللي صار باختصار إنه وعظم المدربين اللي إجوا مميزين من يقوارديون أو غيره دائما أول مدرب يصدمهم بيكون مدرب إنجليزي بريطاني تقليدي من الموجودين تلقالك ألان باردو بروس توني بوليس هم اللي بعرفوا صيدوك أولها يعني عندهم أسلوب كرة مختلف فمتحتاج بالدور الإنجليزي شوي شوي عشان تقدر تكمل موسم بشكل ممتاز تكسف ثقافته يعني ما أعتقد فيه تشكيك بيكون لما إيجا حتاج موسم حتى يكسف ثقافة الدور الإنجليزي وتنوع الأسليب وتنوع كرة القدم كأنهم كرات مختلفة تماما كأن منلعب رياضة أخرى ببعض المدربين لعندما استوعب ذلك فبدأ يعرف يحضر لهذه المباراة بشكل مختلف عن هذه ويطلع بشكل أفضل فطبيعي جدا تخيل لما يجعل أصعب دوري بالعالم وهو قبل ذلك يمدرب بالألماني والفرنسي يعني حتى مش بالإسباني اللي هنسميه الثاني طبيعي يتعرض لهذه هون وصدمة هون ومفاجأة هون هذا الطبيعي خصوصا أنه تشلسي الحالي ما زال بطور البناء صح هو جاب نتائج كثير إيجابية فما بدنا يتحول ضده يعني ما بدنا نعتبر أنه لأنه أنجز كثير وخسر صار هذا فشل لأنه بالنهاية لازم يفشل اللي صار معاه درس لأيلو أنا مشكلتي الوحيدة معاه توقيت الخسارة قبل مواجهة بورتو خايف يتأثر على الأجواء خايف يتأثر على التركيز قبل تلك المواجهة لكن مدون ذلك هي خسارة مباراة سواء بهدف أو بعشرة لو نيجي نشوف الظروف فريق ناقص عدديا قرر أنه يهاجم عشان يحاول ياخد نقطة وفشل بهذا القرار وهذا الطبيعي جدا في كورة القدم بدي أنتقل للنقطة الثانية وفعليا وقفت مع تصريح الكلوب باللي قال أنه أرنولد له موسمين بلعب من أحسن اللاعبين في العالم كظاهر أيمن مر بموسم سيء حاليا بمر بموسم سيء وأقل من المتوسط هل هذا يعني استبعاده تماما من المنتخب يعني هذه قضية صراحة وقفت معها لأنه بالمنطق إذا النادي أنا بحاول أخليه لعب مش عم بيجيب أداء أنت تروح ضربه معنويا من أول موسم بالمنتخب وتشيله طيب في لعبين بيكونوا بأنديتهم سيئين ولما تحطوا بالمنتخب بتقلقوا وبنشوف هذا شوف ناما أكثر من اللاعب بيكون موسم سيء جدا لما تحطوا بالمنتخب تلقى طار في السماء مين هذا اللاعب اللي كان هون مش هو فبتصير فأنا هون شوي بدي أميل لرأي كنوب صراحة في هذه القضية هل أرنول المستوى جيد لا هل أرنول مستوى بأهله يكون في المنتخب الحالي لا بس الماضي بخليك تقول آه بستاهل يكون موجود لأنه حرام تقتله وتزيد معاناته وتزيد الضغط عليه من الآن خصوصا أنه اللي بيلعبوا بيش كثير يعني واو أحسن منه يعني لو فيه دنين سوبر ستارز موجودين ينقول أوف حارلينه بنحكي أنت الآن عم بتطالب أرنولد يكون أرنولد يعني أرنولد اللي رفلت كان تسعة من عشرة معلي بربول وصار سبعة من عشرة فأنت بتروح تشايره لأنه هو سبعة من عشرة وبتروح جايب واحد ثاني بغير أي من سبعة من عشرة فهذا الظلم لآرنولد لأنه هو تقلق فأنت صرت تشوفه نزل المستوى فبتجيب واحد ثاني ممكن مساهمته نفس مساهمة آرنولد هذه نقطة يعني حبيت أوقف معها لأنه الإنجليز لازم يفكروا فيها بشكل منطقي أكثر يصبروا بشكل منطقي أكثر خصوصا أن ما بنحكي عن استدعاء عشر لاعبين نزل المستوى وبنحكي عن اللاعب صغير في العمر عنده مستقبل حرام تحرمه من اليورو عشان نكسه وممكن يرجع لك باليورو بشكل قوي لأنه في ليفربول متأثر نفسيا بالأجواء اللي كانت سائدة بالفريق نوصل هنا نهاية حلقة سلبي إنجلترا بذكركم تساعدونا وتعملوا لايك وأيضا تشتركوا بقناة سلبي سبورت على اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله